بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني و لسه مع آداب الاستئذان قلت لحضراتكم وسائل التواصل الحديثة الموجودة الآن ممكن نحن نستخدمها في الاستئذان هل يناسب أن أزوركم في الساعة كذا أو في يوم كذا إن أذن لك فاذهب و إن لم يؤذن لك فلا تذهب كما علمنا النبي من آداب الاستئذان أيضا عدم الإلحاح في الزيارة يعني لو أهل البيت لم يأذنوا لك لا تلح تقولش لا أنا عايز أزوركم أنت لا تذري ما في البيوت ربما البيت ضيق ربما البيت لا يتسع ربما الأولاد كثر في البيت ولا يسمح لك بالزيارة ربما هيكون فيها إحراج لأهل البيت ربما غير مستعدين فلا تكلف الناس فوق طاقتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها و عندنا في الأمثال المصري يقول لك يا بختي منظر وخفف طيب إن لم يؤذن لك في الزيارة فلا تذهب كما علمنا النبي الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع طيب ذهبت ولم تتصل لا تليفون ولا رسالة أو ذهبت إلى البيت وضربت قرس البيت تقف فين بقى عند الاستئذان و أنت بتضرب القرس أو بتستأذن في الدخول لا تقف أمام الباب مواجهة ليفتح الباب يجدك أمامه في وجهه مباشرة لا هذا لا يليق بالمسلم أن يفعله طيب يعمل إيه يكون عن يمين الباب أو عن يسار الباب أو تلقي ظهرك للباب خلي الباب في ظهرك وتستأذن وتنتظر إن أذن لك فادخل وإن لم يؤذن لك إيه فلا تدخل و أيضا من الأدب في الزيارة أن يذكر المستأذن اسمه يعني قل مين ما تقولش أنا لا فلان كره النبي أن يقول الزائر أنا أنا إنما السنة من تقول فلان محمد أحمد فلان أنا اللي جاي أزوركم و طبعا دا من أدب الاستئذان علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الفقهاء ذكروا حكم جميل أوي هل يشترط لاستئذان على العميان لو أنت داخل على واحد أعمى هل يشترط أن أنت تستأذن عليه قال الفقهاء نعم يعني يشترط أيضا أن تستأذن منه في الزيارة و أن تستأذن منه في الدخول عليه لإسلام كله أدب لإسلام كله يعني تعليمات نبوية محمدية تأخذ بأيدينا إلى ما يرضي الله جل وعلا حتى إن بعض الصحابة قال لسيدنا النبي أنا لي أختين عايشين معايا في البيت هل يشترط أن أستأذن في الدخول عليهما قال له نعم يشترط أن تستأذن واحد تاني بقول لسيدنا النبي هل يشترط أن أنا أستأذن في الدخول على أمي قال نعم أتحب أن تراها عريانة؟ قال له لا قال له خلاص تستأذن لا تدري اللي داخل الغرفة ده حال عامل إزاي لا بد أن تستأذن قبل الدخول عليه لأن هذا من هدي الإسلام و من تعليمات خير الأنام صلى الله عليه وسلم يبقى احنا قلنا بعض الآداب في الاستئذان أول حاجة أن يستأذن الزائر سواء كان رجل أو امرأة أن يسلم أن لا يلح في الزيارة أن يقف عن يمين الباب أو عن يسار الباب لا يقف في مواجهة الباب و أن يذكر اسمه عند الزيارة و أن يستأذن على أبيه و أمه و على أخته و حتى لو كان يعيش مع أخيه في بيت واحد لا بد أن يستأذن أيضا و قلنا بأنه يشترط أن يستأذن الإنسان و حتى لو كان يزور أعمى يستأذن عند زيارته دي بعض أداب الزيارة ربنا يرزقنا و إياكم الأدب و يرزقنا و إياكم لاتباع لسيدنا النبي أولو أمين هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني خليكم معانا و اصلوا على الحبيب اشتركوا في القناة